اشتركوا في القناة اعتزم مصر مؤصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء وذلك بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة وفي اجتماع آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله حيث اطلع الرئيس السيسي على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تلقت تعهدا مبدئيا بهدى مؤقتة في مناطق إنسانية محددة وذلك في الحرب في قطاع غزة للسماح بحملة للتطعيم ضد شلل الأطفال يأتي ذلك في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية أن رضيعا واحدا على الأقل أصيب بالشلل بسبب إصابته بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت عزيزات عسكرية باتجاه جنين ومخيمها في وقت تواصل فيه إحصار المدينة وتواصل أيضا إغلاق جميع مداخلها كما تواصل جرفات الاحتلال تدمير الشوارع والبنية التحتية في الحي الشرقي من المدينة والذي شهد ضمارا كبيرا على مدار يومين منذ بدء العدوان على المدينة وارتفعت حصيلة الشهداء في جنين إلى ثمانية أشخاص بعد استشهاد شاب في المنطقة الشرقية فيما نقلت توقم الهلال الأحمر إصابتين بالرصاص الحي ما رفع عدد الإصابات إلى ثلاثة إحداها خطيرة حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية من تزويد أوكرانيا بأسلحة متقدمة مشيرا إلى أنه يأخذ مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف على محمل الجد وقال لافروف في مؤتمر صحفي أن الدول التي تواصل إغراق أوكرانيا بأسلحة متقدمة تجري الآن مناقشات حول كيفية استخدام هذه الأسلحة وأضاف أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا مهووس بعرقلة تطور موسكو على حد وصفه موسيقى 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 قال الجيش الأوكراني إن مقاتلة من طراز F-16 تحطمت خلال غرة جوية روسية ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه منذ تأكيد وصول هذا النوع من الطائرات الأمريكية المتطورة إلى كياب هذا الشهر وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المصلحة الأوكرانية في بياناً أن الطائرة سقطت وأن طيارها لقي حتفه عند اقتربها من هدف خلال غرة جوية روسية مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز مزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الـ QR كود شكرا لكم على طيب المتابعة تحياتي كريم الخولي وإلى اللقاء